اطلق معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي المكثف للأعضاء الجدد بمنجسي الشورى والنواب ضمن فعاليات برنامج إضاءات الذي يأتي حرصا من المعهد على القيام بمسؤولياته الوطنية في تقديم الدعم والمساندة للسلطة التشريعية ويهدف البرنامج لتقديم محتوى تدريبي معرفي شامل للأعضاء الجدد بما يحقق الاستمرار الهادف في تادية المهام التشريعية ورقبية للفصل التشريعي السادس ويساهم في دعم الأداء البرلمانية واجتمل اليوم الأول على ثلاث جلسات تضمنت الممارسات السياسية وبرنامج الحوكمة والميزانية العامة والخطط المالية الوطنية ومهارات التواصل الفعالة جدير بالذكر أن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور الأخرى سيتم التطرق لها لاحقا وهي النظام الدستوري والقانوني للعمل البرلماني والنظام الداخلي لمجلسي الشورى والنواب ومهارات البروتوكول البرلمانية ترجمة نانسي قنقر